اجتماعي مدراء الصحة بإطارات وزارة الصحة أكد الأمين العام عبدالحق سيحي أن وزارة الصحة بادرت منذ ساعات الأولى من اندلاع الحلائق بالتكفل بالعائلات وإرسال الأدوية هاجر بوعلي رصد التالي المرحلة الحالية والبلد مستهدف قلوبنا مع تيزي وزو بجاية منذ الساعة الأولى من اندلاع الحريق بادرت وزارة الصحة مع جميع العاملين على مستوى المستشفيات بولاية تيزي وزو خاصة بعين لحمة وعزازقاء والأربعة للثلاثة تم التكفل بالعائلات وتم التكفل خاصة ربما هذه نعمة من عند الله أننا حمينا الأطفال المتوانا في تيزي وزو وفي الأربعة للثلاثة ومصر والو والأدوية بعثناها في الساعات الأولى الأدوية التعليم معالجة الحروق وأضاف أن العاصمة تأهبت للتكفل بجرح ولاية تيزي وزو كما تم إرسال 28 طبيباً وأيضاً ممرض مختصين في معالجة الحروق إلى ولاية تيزي وزو ما جوناش للعاصمة وإحنا درنا في العاصمة أسرة زائدة من أجل التكفل بكل المحروقين تأويلات يزي وزو بجاية والحمد لله كانوا ربع أبرق لأن الأغلبية كانوا هناك وبعثنا لهم دواء وبعثنا 28 طبيب وممرض وأخصائي في الحروق اللي كانوا في المكان ونبقاهم جندين كما أكد سايحية أنه تم إرسال الأكسجين من حصة العاصمة إلى كل من ولاية بجاية وأيضاً تيزي وزو الأكسجين إحنا أخذنا قرار منه الأول تأم وحرم أخذنا من الكوطة العاصمة من الكمية العاصمة بعثناها لتيزي وزو بجاية وأنا بري في ألجي يعني نحينا للعاصمة وبعثنا لتيزي وزو حصة اللي كانت محصة للجزائر العاصمة راح تكل بجاية وبهذه نجحنا أننا نحمي الأطفال اللي كانوا في الأربع ناثير ولي كانوا في المستشفيات نتعتيزي وزو هذا وأضاف الأمين العام لوزارة الصحة أن الوزارة لديها ترخيص لتوظيف الأطباء في الجنوب والمناطق المحرومة أما الشمال فمشكلة التوظيف غير متوفر والمناطق المحرومة عندنا الآن ترخيص باش ننوطفوه في الشمال رانا ندرسو إذا كان فيه يعني نقص راح ننوصلو لها لكن في حد الآن المشكل مش ما ترح بحده في الشمال ترجمة نانسي قنقر